السلام عليكم مشاهديين قناة حسني الفلوك كده يريد لبس عليكم بخير نتمنتكم وبخير ان شاء الله ياربهم انتم ولدتكم والعائلة ذيالكم وشكرا شكرا شكرا بزاف لكم على المغانط Bilove الذي درتوني في الفيديو الفيديو لدي القصة الطفولة ديالي شكرا 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 لكم كاملين كل وحده بالاسم ذيالها وكل وحده بالاسم ذياله شكرا شكرا جزيلا لكم والله العظيم فرحتوني ربي يفرحكم وكان دعيم عكل وحده خلت لي شي تعليق زوين وفرحتني ربي يفرحكم في الدنيا وفي الاخيرة الله يجزيكم بي خير والله يكتر خيركم والله يخلي لكم صحيحتكم ربي ويخلي لكم ولداتكم وشكرا لكم وخنعين شكر فيكم ما نوفيش بحقكم حيث بالصح فرحتوني لواحد درجة ما تصور شكرا لكم يا لحباب الله يجزيكم بي خير والله يكتر خيركم ويخل فعليكم واليوم يا لحباب فيديو جديد ونهار جديد اليوم الصراحة انصببنا اللي هكا معلو ليدات ودك شي بغيت عو تاني نصبن طلومت وخا عد سبنتهم قبل العيد وخا هكاك عو تانيت كرفسوو طلومت عو تاني خسنين نصبنهم عن صبنغيت طلومت ذلمرة المخدما نصبنهم مش المخدم مازالين نقيا نغيل طلومت اللي مستخين شوية شي وحدين غادي نصبنهم تهوما كاملين هذوك العصي ديال الريدو مع ذاك الريدو كنت دايرا الريدو يتركهم شتو داك الريدو يات وخا كانوا عند يقدم واللي تحيتهم وتدك اللي حفر اللي يركب لي دك العود ديال الريدو ما معرفش يركبو دك الحديدس معرفش يركبو دغية هبط دغية طاحو المهم الحباب ده بق انا غادي نجمع سدادر وغادي ندوش طابة وغادي نسيق ان شاء الله الصالون ونمشي عاو تاني لكوزينتها هي وندير معاكم الغداء وخليكم معي يا الحبيب حتى يسالي لفيديو والله العظيم الى زعماش غادي نقول لكم فرحتوني في الفيديو وخا مازالا ما كملت قصتي ديال الطفولة ديالي بزاف ديال الحويج اللي صار حدا جعلية في الصغار بزاف ديال الحويج وخا واحد الاخ حتى هو اللي مني مسكين الاخ محمد زين اللي من الجزائر شكرا لك بزاف اخويا حتى هو مسكين قل كدوز واحد طفولة اللي صعيبة وكان كيمشي حفيان نطلبوا ربي الحبيب يعود ناقف اللي جاي ان شاء الله ونطلبوا ربي يعود ناقف وليدتنا ان شاء الله يا ربي انا ده بقى المشاهدين والله ما كان نبغيش ليقجي الدراري الصغار ولا نبغي ليحقر الدراري الصغار انا كنا نعرفهم شخصيا غير كي يشوفوا شي بنيتا ولا شي وليد مشخطنين ولا الخنونا ولا شي حاجة حشاكم كي يشوفوهم كي بقوا يضحكو عليهم انا الجام يقدر نضحك على التربية الصغيرة على الدراري الصغار المهم من 16 عام الجام يقدر انني نضحك على شي واحد ولا كي بقوا فيها يا سيدي يا ربي قلبك يتقطع عليهم فاش كنشوف شي بنيتا مسكينة ماما شطاش ولا ما لابساش ولا لبنيتا ولا ولا وليد كنشوف راسي فيها وكنشوف كنخيل راسي فيها وقسمو بي الله هذا العادم ان كان طلب ربي الحبيب سهل عليها يا لا ساهل علي ربي الحبيب ونجحت له هذه القناة ولله العظيم فين ممشت شي تريبية ولا شي بنيتا ولا شي وليد ما عندو شو كيتمنى شي حاجة نفرحه بدك شي لانا كنت كانت منى قدر نفرح ببيسيكلت نقدر نفرحه بالليبيس اللي ما تجيش للبين نطلب حاجة من الله سبحانه وتعالى نطلب ربي الحبيب يسهل علي فشير زق والله العادي من هذا الشيء اللي كانت تمنى من عند الله سبحانه وتعالى نرى وخك يكون عندي غير درهم وحدي لكن عندي في الجيب ما نخليش كان فرقه مع واحد الإنسان اللي ما عندوش والحاجة اللي كتفرحني وأكبر حاجة كتفرحني هي إلي صدقت شي حاجة وليل أعطيت شي حاجة وخا حتى أنا رأني دايزة فيي السادقة وحتى أدرني زعمال حالة حالة الله الحمد لله يا ربي الله ملك الحمد ولكن وخها كاك وخها كاك المهم داك الشي اللي كان خصنا نقسموه مع بعضياتنا وخصنا يعني واحد الإنسان اللي كيكون محتاج اللي ما عندوش راه أكيد خصنا نتعاونوا معاه والكامل على الله شبحانه وتعالى وقيت لكم هالحباب والله العادي ملاش غادي نقول لكم إلى الدراري الصغار كيبقوا فيي وكان طلب ربي الحبيبي سهل علي وبزاف ديال الوليدات اللي في بالي وبزاف ديال الوليدات اللي كان عارفهم مساكن اللي مكرفسين وكيد وجود طفولة ديالهم كفس من ديالي وكان طلب ربي الحبيبي لا سهل علي في هذا القناة أكيد غادي نكسيهم ونربطهم وكل شي قدمكم ان شاء الله بي حول الله ياربي كنت طلب ربي الحبيبي سهل علي ودعوه معايا حتى انتم يا المشاهدين يسهل علي سيدا ربي الحبيبي ويستر لي ربي الحبيب في هذا القناة وان شاء الله بحول الله مايكون غير الخير وقيت لكم هالحباب أنا بزاف ديال المشاكي اللي دازوا عليك كنت كن موشي كان جيب الخروب مع الوليد ديالي حتى الجبل وأنا ما زال صغيرة وكان لدي خروب وكان بيع من خذ الجبال وكان طايحه النوت كان طفول اللي دوزها صعيبة 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 بزاف اللي ما كان ضنش يعني شي واحد يقدر يكون دوزها وبالاخص فاش الدراري الصغار يعني فاش كنا في المدراسة كما اكتليكم في الفيديو السابق ودراري كي شريوا الحويات دلمدراسة وانا كي بقى يدحكوا علي يا حسانية مشارات ويبقوا ويضحكوا على يد رادي ومو يمو حد نقول لك العقل دي الصغار وده كشيركم معارفين وكان كيبقى فيي الحال بززاف وكنت ديما كان مشي بوحدي وكنت محقورة وكنت دائما محقورة في صغري دائما مو يمو شغير نقول لكم انتو مراكم معارفين يعني بنادم فش كي كبر في الفقر راه صعيب 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 بزاف دكشي أنا ده لاش كيبقوا فيي الودي ذات الصغار ولا شي راجل كبير كانت تخيلوا الوالد دي لراجل كبير مسكين عارتي الوالد دي لرحيته كامل دوزها مسكين في السرحة كي يصرح الكسيب دالنس هات الشي باش كبرنا وانا فخورة به منحش مش اناني نقول باكا كي يصرح الكسيب دالنس حيث انا فخورة به وراسي مرفوع في اسمه وراسي مرفوع ونقدر نقول هاليوم ونعود لها غداء ونعود لها حتمية مرة وما كي يهمنيش انشي واحد يقول باكا نسارح ولا شي حاجة ما كي يهمنيش حيث الحمد لله لأب دي اللي كبرنا حلالا طيبا وماشي ما نرضاش وما نقول انا فخورة به والدية وكان نرضى بيهم وفخورة بيهم ويدا سهل علي يا ربي الحبيب نهز والدية فقراسي وما عندي شي في الدنيا مغلة منهم ولكن كنقول لكم انا صراحة راحة وكان قول لكم انا باش كبرت وانا كيفاش حتى كبرت وانا كيفاش حتى وصلت لهذا اللي الوليد دي اللي تبارك الله كبرنا بستدية الخوت عندي استدية الخوت 3 سادة البنات و3 سادة الأولاد وكبرنا باسترحة كي يصرح الكسيبة ديها للناس والحمد لله وانا فخورة براسي وفخورة بالأب ديالي اللي الحمد لله معمروا كل شي حاجة ديالي الحرام 1000 ومعمروا كبرنا بالحرام وكبرنا بالحلالا طيبا وكان ذاك شي قليل كان ربيك يجعل فيه البركة وكان ربيہ الحبيب ميسترن فيه البركة ذاك شي كاناكل ذاك شي اللي يقسم الله وداك شي اللي يكتب الله كأيها الناس الحمد لله أخا أكبرنا بالفقر وكبرنا في واحد الحياة اللي صعبة بالزاف ولكن الأب ديالي مسكين قسمى بي الله ما يقدر شي يأكل ولو درهم وحده ديالي الحرام كان في الحلالا طيبا كان نكبرنا بواحد الشغل نقول لكم بواحد تمارة بواحد العذاب والولد دي بل الان عنده فوقس بعنسانة وما زال كي يسرح الكسيبة دي للناس فلهذا انا كان طلب ربي الحبيب يسهل علي في شارزق كان طلب ربي الحبيب يسهل علي في شارزق باش نكون بولدية وبولداتي وكان تمنى من الله سبحانه وتعالى إلي السر لله سبحانه وتعالى فهذا القناة نقدر نبني الولدية تما في العربية حيث الولد دي لي مكيبغيش يخرج من العربية نقدر نبني الهم تمى بلعتي كغير شيبيت وكوزينة شيجوش بيوت وكوزينة بعدها ولا نقدر نشري لهم في المدينة ولا نكري لهم ولا المهم بعدها نهنيهم هذا هو الحلم ديالي اللي كانت مننا من الله سبحانه وتعالى حيث بصح وليدي يمساكن تكرفسوا علينا الواحد درجة ما تصورش للولد ديالي ولا الوالدة ديالي تكرفسوا علينا بزاف باش كبرونا وتكرفسوا علينا الواحد درجة ما تصورش وش غادي نقول لكم يعني فاش كيكونوا عندك دراري صغار صعيبة بزاف باش أنك ت يعني ش غادي نقول لك اللي ما عندوش باش يكبروا ليداتو راه صعيب 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 بزاف بالخصوص أنا أنا اللي كنت كان قراء أنا فاش كنت كان قراء وبنت عمي أنا ويها قد 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 أنا ويها لاج واحد وهي بنت عمي غير هي بوحدة اللي عندبها يعني عندو ولادو كبار ولكن كبار كل واحد بدارو ولكن هذيك البنيتة هي اللي عندو اللي قد 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 وكننا كان قراء وانويها بجوجبينة وهي كانت كتشري الحويج للعيد وانا ما كان شريش الحويج للعيد وكننا كان مشيو انويها للمدرسة وهي حيث هي غير بوحدة عندبها كيشري لها ولكن أنا آآ اه نتناية بارك الله يعني استديا لالخوتي مايمكنش الوليد دي اللي غاي شري لي أنا ويخلي خوتي يعني داروري لاجراي قسو يشري لكل شي وهات شي لي كينا الحباب والقيسة مازالة طويلة لجيت نعود لكم راشا غادي نقول لكم مهم كنت نحس بواحد الحقراء كنت نحس بواحد القهراء فاشأنا أنا وبنت عمي ساكنين في دار وحدة وحيث احنا اصلا ساكنين في دار وحدة انا وريدتكم الدار دي عمي من هات الجهر لكن الفيديوهات اللي معرفته مش رجعوا للقناة دي اللور وغادي تشوفوا دارنا ودار دي العمي الله يرحمه مسكين واخا هكاك عمي مسكين كان عزيز عليا بزاف والله يرحمه يا ربي ويستع ليه ويجعله من اهل الجنة ان شاء الله يا ربي نطلبكم كانين اخوتي ترحموا على عمي مسكين عزيز عليا وعمي واحد اللي عندي ما عندش عمي واحد اخر عمي واحد اللي كينتوفة الله يرحمه مسكين ده بغي جبتها الهضراء وقلنا هالموهم الحباب شغادي نقول لكم والله العظيم أنا الصراحة شغادي نقول لكم الى ربي اللي علم بيا فاشكنت فكر الطفولة ديالي فاشكنت فكر الطفولة ديالي بحالي لعد البارح هذا الشي داز ماشي قديم وكما أدت لكم القجيا ديال الطفولة لم اعمر مني أن نسها والقجية لكي قجيك وانت صغير ما تنساش ولكن القجية لكي قجيكس شواحد كبير ها تقدر تنسانها ولكن القجيا ديالطفولة جامي انني ننساها وذو كل ناس اللي قلت لكي قجووني جامي شنهار غدن ننساهم جامي شنهار غدن نحيدهم من بالي واخات نشوفهم الآن قدامي ولكن ماخاتنا قدامي لديهم الفرصة ويجيوا فيدي ما غاديش ندير لهم ذاك شري دالولي نقدر نحن عليهم هنا حيث أنا ما نديرش بحالهم حيث أنا الحمد لله وليدي يربوني أحسن تربية وخاكبرت في الفقر ولكن ذاك الفقر هو اللي جعلني باش نكون أنا مراء ونص الحمد لله اللي خلق اللي الحمد لله بغيت ولداتي أنا ذا بولداتي واقسموا لكم يامين ما نبغيش ليقجيهم ما نبغيش ليحقر لي ولادي أنا نطح عليهم في العافية أنا ولادي نقدر نموت عليهم أي آخر.. نقدر نموت على قبل stumble ما نبغيش ليقجي لي ولي�이 طيفل صغير لا نبغيش يتShaqr لأطفال ở welsh یا Creating göra لم يكن ينسى هذه القجية لم يكن ينسى طول حياته ويتألمه ويتحفر في قلبه تلك القجية التي قلت لكم أن الناس التي قاجوني لم أعمر ننساهم لم يكن لديكم أرى من من تجهزهم أنا را نكرههم لأحد درجة لم يكن لديهم من أحد درجة لأن القجية ليس صعبة كنكرهم لأحد درجة لما لديهم شيء اشتركوا في القناة نديرها ودرت هاد القناة باش نتعاون بها مع الزوج ديالي وباش نكبر ولداتي ونشرل ولداتي ذك الشي لي ما شريتش انا في الطفولة ديالي ونفرح ولداتي وان شاء الله الكامل على الله سبحانه وتعالى الكامل على الله سبحانه وتعالى وانا دا يرقيني في الله واربي كبير الحمد لله الحباب وهذا هو الفيديو دليومية الحباب ونتمنى يعجبكم ونتمنى يعجبكم هادش لي كندير لكم وشكرا لكم على المتابعة ديالكم ودبي الحباب كما تشوفو او غضيواتي هادش بسيطة جدا على اقده لها هي وجداتها والفريت وشوية للعنب صراحة الآن وهذا عناب هادش اللي بقالي الخضرات هادش اللي بقالي نتجة هي هادش اللي بيضه مطايشة وقدرته هنا او الفريت والعنب وهدش اللي كان الأخباب هادش اللي كتب الله هاد النار هادش اللي بقالي من الخضراء ومن العناب ومن كلش هادش اللي بقالرتو عاد غنمشي نتكبر ان شاء الله كل شي تسلالي المهم الحباب بسلام عليكم وانطلقوا في فيديو جديد وما تنساوش للبرتج مع الأصدقاء شكرا لكم جزيلا